السلام عليكم ورحمة الله أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي بناء على طلباتكم إن شاء الله الفيديو ده حيكون عبارة عن مراجعة شاملة لجميع قواعد اللغة الإنجليزية اللي جات في منهج الترم الأول إن شاء الله في خلال نص ساعة نكون عملنا مراجعة شاملة على جميع قواعد الترم الأول تابعونا لنهاية الفيديو وما تنسوش تدعمونا باللايك يلا نبدأ بسم الله وأول قاعدة معانا من قواعد الوحدة الأولى هو زمن المضارع البسيط وده زمن من أهم الأزمنة اللي يخلو منه الامتحان وأول حاجة لازم أعرفها عن الزمن ده إمتى نستخدمه حنستخدمه لما نيجي نتكلم عن العادات المتكررة زي مثلا لما تقول أنا عادة بلعب تنس في أيام الجمعة يبقى دي إيه؟ دي عادات متكررة كمان بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن الروتين اليومي زي لما أقول أنا دايما بروح المدرسة بالأوتوبيس ده روتين يومي كمان بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن الحقائق زي لما نقول الشمس تعطينا ضوء وحرارة دي حقيقة أما بالنسبة لتكوين زمن المضارع البسيط فبيتكون من الفعل في المصدر وده بيكون مع الضمائر I, we, you, they وأي فعل جمع لكن إذا كان الفعل بتاعنا he أو she أو it أو اسم مفرد ففي الحالة دي الفعل بنضيف له s أو es أو i es أمثلة توضيحية المثال الأول I go to school every day هنا الفعل في المصدر لأن ضمير الفعل بتاعنا I أما المثال الثاني She goes to school every day هنا ضفنا للفعل es لأن ضمير الفعل بتاعنا she أما بالنسبة لنفي الجملة في زمن المضارع البسيط فبننفي إما بdon't إما بdoesn't إذا كان ضمير الفعل I, we, you, they أو اسم جمع فبننفي بdon't أما إذا كان ضمير الفعل he أو she أو it أو اسم مفرد فبننفي بdoesn't وخد بالك أن بعد don't وdoesn't الفعل بيكون في المصدر وفي طريقة تانية للنفي ممكن ننفي بnever وفي الحالة دي بنسيب الفعل زي ما هو يعني لو ضمير الفعل بياخد الفعل في المصدر يبقى نسيبه في المصدر ضمير الفعل زي he she it بياخد الفعل مضاف له s يبقى نسيب الفعل مضاف له s نشوف أمثلة أوضحية I don't go to school on fridays المثال التاني he doesn't go to school on fridays المثال التالت he never goes to school on fridays خد بالك أن بعد don't وبعد doesn't جبنا الفعل بدون إضافات الفعل في المصدر أما في حالة never فسبنا الفعل زي ما هو goes ليه؟ لأن he بياخد الفعل مضاف له s بالنسبة لتكوين السؤال في زمن المضارع البسيط السؤال بهل هنسأل إما بدو إما بداز دوم مع ضمار الفعل you وthey وi وي والاسم الجامعة أما does مع he she it والاسم المفرد وطالما سألنا بدو أو does يبقى لازم الفعل يكون في المصدر مثال do you go to school early؟ المثال التاني does she go to school early؟ يبقى هنا الفعل go في المصدر سواء سألنا بدو أو does لازم الفعل يكون في المصدر أما بالنسبة للسؤال بكلمة الاستفهام زي السؤال بهل بعد كلمة الاستفهام هحط إما دو إما does بعدين الفعل وبعد كده فعل في المصدر سؤال مهم جدا أعرف منين أن الجملة في زمن مضارع بسيط هنلاقي ظرف من ظروف التكرار اللي هي always usually sometimes often never وخد بالك أن ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي وتأتي بعد verb to be بعد am is or مثال I always go to school by bus هنا جت قبل الفعل go لكن بتيجي بعد verb to be بعد am is or we are never late for school هنا ظرف التكرار جه بعد or وآخر نقطة مهمة ظروف التكرار بنسأل عنها ب how often كم مرة وبيجي بعدها اما do اما does بعد كده فاعل وفاعل في المصدر مثال how often do you play tennis الإجابة I usually play tennis تاني قعدة معانا تكوين سؤال باستخدام can وشال have أو has got أول حاجة بنستخدم have got وhas got للسؤال عن الملكية بنسأل بhas got مع he وش وات والاسم المفرد وبنسأل بhave got مع I we you they والاسم الجامع والسؤال ده معناه هل لديك أو هل تمتلك بنسأل بها عن الملكية أو التبعية مثال have you got any brothers هل لديك أي إخوة والإجابة على السؤال ده إما بيسأونه yes I have أو no I haven't مثال أخر has she got a blue car هل لديها سيارة زرقاء الإجابة yes she has أو no she hasn't أما بالنسبة للفعل كان فحنستخدمه للسؤال عن الكدرة زي ما نقول can you climb a tree هل يمكنك أن تتسلق الشجرة والإجابة عليها yes I can أو no I can't الاستخدام التاني للفعل كان هنستخدمه لطلب شيء ما مثال can I have some orange juice please هل يمكن أن أتناول بعض عصير البرتقال من فضلك أما بالنسبة للفعل شل فالفعل شل بيستخدم مع الضمير I والضمير we فقط وبنستخدمه لتقديم اقتراح مثال shall we go to the park tomorrow هل نذهب للمنتزه غدا وده اقتراح لما تحب ترد عليه هترد إما ب good idea أو sorry I am busy الاستخدام التاني لشل بنستخدمها في عرض مساعدة مثال shall I help you القعدة الثالثة the present continuous tense زمن المضارع المستمر أول حاجة التكوين الجملة في زمن المضارع المستمر بتتكون من فاعل بعد كده يام ياز يار والفرب مضاف له ing وطبعا كلكوا عارفين إن اام بتيجي مع الضمير i المفرد كله بياخد is والجمع بياخد r مثال I am studying now my sister is cooking they are playing tennis يبقى خدتوا بالكنا بعد am is and are الفرب في الجيران مضاف له ing وبالنسبة للجملة المنفية فاعل بعدها يام not ياز not يار not والفرب مضاف له ing she isn't watching tv now you aren't doing homework I am not having lunch وعلشان تقدر تسأل سؤال بهل في زمن المضارع المستمر هنبدأ اما بالam او as او are بعدها الفاعل وبعدين الفرب ومضاف له ing يعني بنقدم الفعل المساعد على الفاعل مثال are you watching the film now يبقى هنا بدل ما اقول you are قلت are you والاجابة بتكون اما yes i am او no i am not اما بالنسبة لسؤال كلمة الاستفهام بعد كلمة الاستفهام هنحط الفاعل المساعد يا am يا is يا are بعدين الفاعل وبعد كده الفرب مضاف له ing مثال what are they dying ونيجي للسؤال المهم اللي يعرفنا ان الجملة اللي قدامي زمنها مضرع مستمر فيه كلمات دل على الزمن زي now معناها الان look انظر listen انصت watch out look out معناهم احذر او احترس at the moment في تلك اللحظة at the present في الوقت الحاضر اول ما تشوف كلمة من الكلمات دي يبقى على طول نختار زمن مضارع مستمر خطوات اضافة ing اذا كان الفاعل اللي قدامك منتهي بإيه احذف الايه قبل ما تضيف ing زي الفاعل write writing تاني حاجة اذا كان الفاعل منتهي بساكن مسبوك بمتحرك زي الفاعل swim هنضاعف الحرف الساكن قبل ما نضيف ing تالت حاجة اذا كان الفاعل منتهي ب ie تحذف i e ونحط مكان هواي وبعدين نضيف ing زي الفاعل die يبقى die حاجة مهمة جدا لازم تاخد بلك منها وهي ايه الفرق بين المضارع المستمر والمضارع البسيط المضارع البسيط بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن العادات او الروتين اليومي والاحداث المتكررة او لما تيجي تتكلم عن الحقائق اما المضارع المستمر فمنستخدمه امتى نستخدمه لما نيجي نتكلم عن حاجات بتحصل الان وقت الكلام مثال اي امس تادي انجليش ناو انا بذكر انجليزي الان ده حدث بيحصل الان هنستخدم المضارع المستمر لما نيجي نتكلم عن احداث او مواقف مؤقتة شوف المثال ده سالما ده حدث متكرر عادات وروتين يومي لسالما علشان كده حطناه في المضارع البسيط لكن شوف كده الجزء التاني من الجملة ولكن اليوم هي هتاخد هي تستقل متر الأنفاق هنا ده حدث مؤقت لذلك انا حطيته في زمن المضارع المستمر القاعدة اللي بعد كده adverbs of manner ظروف الكيفية او ظروف الطريقة ظروف الطريقة بنستخدمها لوصف طريقة فعلنا لشيء ما يعني ظروف الطريقة تستخدم لوصف الفعل وتأتي بعده مثال حسن runs quickly هنا انا ما بوصفش حسن انه هو سريع لا انا بوصف طريقة طب ازاي نكون الظرف الظرف بيتكون باضافة ly للصفة يعني مثلا عندنا الصفة quick لما نحب نحولها الظرف نضف لها ly تبقى quickly quick سريع quickly بسرعة slow بطيق slowly ببطء لكن خد بالك انه فيه ظروف غير منتظمة يعني ما بنضف لهاش ly زي مثلا good لما نجي نحولها الظرف بتبقى will early الظرف منها early ما بيتغيرش hard الظرف منها hard late الظرف منها late fast الظرف منها fast بعد كده قواعد الوحدة الثالثة وهي زمن الماضي البسيط past simple زمن الماضي البسيط بنستخدمه لما نجي نتكلم عن أحداث حصلت وانتهت أو لما نجي نسرد أحداث قصة بيتكون من الفعل في التصريف التاني تب ازاي نحط الفعل في التصريف التاني ده هيكون بإضافة d او ed او i ed لو الفعل منتظم زي play played visit visited cry cried او هيكون الفعل غير منتظم يحفظ زي الماضي من buy bought الماضي من drank drank ميسيل he bought a new car last week هو اشترى سيارة جديدة لأسبوع الماضي تاني حاجة نفي الجملة في زمن الماضي البسيط حننفي be didn't ونرجع الفعل لمصدره يعني but لما حبا فيها تبقى didn't buy played تبقى didn't play مثال he didn't buy a new car last week اما بالنسبة للسؤال بهال في زمن الماضي البسيط فحنسأل be did بعدها فاعل وبعد كده الفاعل في المصدر مثال did he buy a car last week والاجابة عليها اما yes he did او no he didn't طب هنعرف منين ان الجملة او السؤال اللي قدامي في زمن الماضي البسيط هنلاقي احد الكلمات الدل على الماضي البسيط زي last بعدها زمن last week last sunday last month last year او كلمة yesterday معناها بالامس كلمة ago وقدامها مدة زمنية زي مثلا نقول four days ago two hours ago كمان in وسنة ماضية زي ما نقول in 1991 القعدة اللي بعد كده وهي used to ومعناها اعتاد ان او كان معتاد ان بنستخدم used to للتعبير عن عادات كانت في الماضي ولم تعد تحدث الان حاجة انا كنت متعود اعملها زمان في الماضي ودلوقت ما عنتش بعملها وبالنسبة لتكوين الجملة باستخدام used to فبنستخدم used to بعدها فعل في المصدر مثال احمد used to play tennis when he was young والجملة دي معناها ان احمد كان متعود يلعب تنس وهو صغير ومعنى الكلام ده ان هو لم يعد يلعب التنس الان وفي حالة النفي بنستخدم didn't used to بننفيها كاي فعل في الماضي didn't used to بعدها المصدر فمثلا احمد didn't used to smoke احمد لم يكن معتاد على التدخين في الماضي ده معناه انه الان بيدخم في حالة السؤال بنسأل بdid زي اي فعل ماضي بنسأل عليه did did بعدها فعل بعد كده used والمصدر مثال did you used to play tennis والاجابة عليها اما بyes I did او no I didn't بعد كده قواعد unit 4 الوحدة الرابعة اول قعدة فيها هي استخدامات must و mustn't must معناها يجب ان و mustn't معناها لا يجب ان اولا استخدام must بنستخدم must لالالزام لكن الزام ايه الزام داخلي نابع من الشخص او من مجموعة اشخاص احنا اللي بنلزم نفسنا بالشيء ده مفيش قانون بيلزمنا مثال i must study hard يجب علي ان اذاكر بجد هنا محدش بيلزمني انا اللي بقى لزم نفسي بالمذاكرة بجد كمان بنستخدم must للتعبير عن رأي شخصي مثال we must save our planet يجب ان نحفظ كوكبنا يبقى هنا ده رأي شخصي اما بالنسبة للمصنط فلها استخدامين الاستخدام الاول برضو هستخدمها داخلي زي مثلا هقول i mustn't waste my time يجب اللي اهضر وقتي يبقى ده الزم داخلي الاستخدام التاني بنستخدمها للمنع والتحريم بمعنى ممنوع نعم للشيء ده لانه خطر او ضد القانون او ممنوع مثال selma mustn't play in the street it's dangerous سلمة ممنوع تلعف الشارع انه خطر القعدة اللي بعد كده وهي زمن الماضي المستمر الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر ان الماضي البسيط بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت في الماضي دون تحديد وقت الحدوث بالضبط اما الماضي المستمر بيعبر عن حاجة كانت مستمرة في وقت محدد في الماضي شوف المثالين هيوضحوا المثال الأول بقول أنا ذكرت إنجليزي بالأمس في الجملة دي أنا ما حددتش أنا كنت بذكر إمتى بالضبط لكن الجملة الثانية أنا كنت بذكر إنجليزي الساعة سبعة بالأمس في الجملة الثانية أنا حددت وقت حدوث الحدث بالضبط وده اللي بنسميه ماضي مستمر بيتكون من إيه؟ بيتكون من وز أو وير والفرب مضاف له آي إني جي وز مع آي هي شي إت وأي اسم مفرد ووير مع يو وي ذي وأي اسم جامعة ومن ضمن استخدامات زمن الماضي المستمر بنستخدمه لوصف حدث كان مستمر في الماضي عندما قطعه حدث آخر وفي الحالة دي بنستخدم حاجة اسمها الروابط عندنا رابط اسمه while بيسوي as بيسوي just as التلاتة معناهم بينما أو أثناء وبييجي بعدهم جملتين الجملة الأولى زمنها ماضي مستمر والجملة الثانية زمنها ماضي بسيط مثل while I was watching the film بينما كنت أشاهد الفيلم أنا كنت مستمر في فعل الشيء ده my mother called me ماما ندت علي يبقى إيه اللي قطع المشاهدة؟ ندق ماما إذن الحدث الطويل يتحط في الماضي المستمر اللي هو حدث المشاهدة الحدث اللي قطعوا اللي هو حدث المناداه ده يتحط في الماضي البسيط الرابط الثاني وهو when when معناها عندما وبرضو هيجي بعدها جملتين الجملة الأولى زمنها ماضي بسيط والجملة الثانية هي اللي زمنها ماضي مستمر يعني when عكس while مثل when my mother called me I was watching the film خد بالك أن أحياناً حنستخدم while أو as أو just as للربط بين حدثين كانوا مستمرين دون أن يقطع أحدهم الآخر فمثلاً لو قلت أن أنا كنت بشاهد التلفزيون وماما كانت بتطبخ كل واحد فينا كان مستمر في الفعل بتاعه محدش قطع التاني بالتالي هحط الجملتين في زمن الماضي المستمر while I was watching TV my mother was cooking وكمان خد بالك أن while بيجي بعدها الفعل في الجيروند وده في حالة عدم وجود فاعل مثال while watching TV my mother called me قواعد الوحدة الخامسة unit 5 أو القاعدة have to أو has to ومعناها من الضروري أن كلنا عارفين التركيب have to هتيجي مع I we, you they وأي اسم جمع أما has to مع ضمار المفرد الغايب اللي هي she, it وأي اسم مفرد وبيجي بعدهم فعل في المصدر سواء have to أو has to بعدهم فعل فين في المصدر بالنسبة للاستخدام فحنستخدمها للتعبير عن إلزام خارجي يعني إلزام خارجي يعني حاجة غصبا عننا حد فرض علينا حاجة we have to go to school five days a week يجب أن نذهب إلى المدرسة خمس أيام في الأسبوع ده قوانين مدرسية وإلزام خارجي لدخل لنا فيه مثال آخر he has to go to school on time هو مضطر يروح المدرسة في الوقت المحدد ده إلزام خارجي المدرسة اللي ألزمتنا بيه ده الفرق بين must وhave to must إلزام داخلي الشخص هو اللي بيلزم نفسه بالشيء أما have to فده إلزام خارجي حد بيفرضه علينا أما بالنسبة للشكل المنفي منهم don't have to وdoesn't have to بعدهم الفعل في المصدر فدي بنستخدمها بمعنى لا داعي لي ليس هناك ضرورة لفعل الشيء مثال we don't have to go to school on Fridays لا داعي للذهاب إلى المدرسة في أيام الجمعة مثال آخر he isn't late he doesn't have to hurry هو ليس متأخر لا داعي أن يسرع وخد بالك من القاعدة دي لما نحب نسأل عليها بهل بنسأل بدو أو ضز بعدها فعل وبعد كده have to وفعل في المصدر مثال do you have to get up at 7 o'clock هل أنت مضطر أن تستيقص في الساعة السابعة والإجابة عليها إما بيس I do أو no I don't ولما نحب نسأل بكلمات الاستفهام بعد كلمة الاستفهام هنستخدم دو أو ضز بعدها فعل وبعدين have to وفعل في المصدر مثال when do you have to arrive at work القاعدة اللي بعد كده استخدام should و shouldn't لإعطاء النصيحة should معناها يجب أن أو ينبغي أن و shouldn't معناها لا ينبغي أن أو لا يجب أن ودي بنستخدمها لما نيجي ندي حد نصيحة مثال you should study hard يجب أن تذاكر بجد هنا أنا بدي لك نصيحة بأن تفعل الشيء مثال آخر you shouldn't waste your time يجب أن لا تهدر وقتك هنا أنا بدي لك نصيحة بعدم فعل الشيء بعد should و shouldn't بنجيب الفعل في المصدر بدون أي إضافات وبدون استخدام to أما بالنسبة للسؤال بهل فبنستخدم should في بداية الجملة should بعدها فعل بعد كده فعل في المصدر وبنستخدم الصيغة دي لما نيجي نطلب النصيحة من حد should I study hard هل يجب علي أن أذاكر بجد؟ أما بالنسبة للسؤال بكلمات الاستفهام فبنستخدم كلمة الاستفهام بعدها should فاعل فاعل في المصدر what should I do ماذا يجب علي أن أفعل القاعدة اللي بعد كده وهي قاعدة مهمة جدا اسمها relative clauses جمل الوصل أول ضمير من ضمار الوصل هو who who معناها في السؤال من لكن في الجملة بتكون ضمير وصل بمعنى الذي أولتي للعاقل وبنستخدمها كي تحل محل الفاعل أو المفعول العاقل مثال miss huda is the teacher who teaches me English ليه استخدمت هو هنا؟ لأن teacher عاقل طالما الكلمة اللي جاية قبل ضمير الوصل عاقل هستخدم هو طب لو ما فيش هو هستخدم حاجة اسمها that يعني ينفع أقول miss huda is the teacher that teaches me English الضمير الثاني which which في السؤال معناها أيهما لكن في الجملة معناها الذي أولتي لغير العاقل مثال this is the horse which won the competition هذا هو الحصان الذي فاز بالمسابقة طب ليستخدمت which هنا؟ لأن الكلمة اللي جاية قبلها اللي هي horse غير عاقل ولو ما لقيتش في الاختيارات which يبقى نختار that يعني ينفع أقول نفس الجملة this is the horse that won the competition تالت ضمير وصل هو where where بنستخدمها بمعنى حيث وبتحل محل المكان this is the house where I live هذا هو المنزل حيث أعيش أنا هنا استخدمت where ليه لأن الكلمة اللي جاب لها مكان house ده مكان لكن خد بالك where استخدمها مع المكان لشروط الشرط الأول إنه يجي بعدها جملة كاملة مبدوقة بفاعل الشرط الثاني الجملة ما تكونش فيها حروف gar عايدة على المكان الشرط الثالث إنه where لتسبق بحرف gar يعني ما ينفعش أقول in where ما يجيش قدامها حرف gar الشرط الرابع إن الجملة اللي جاية بعد where لازم تعبر عن المكان كمكان من أجل الغرضة اللي بني له وليس كشيء يباع ويشترى وفي حالة عدم توفر شرط من الشروط الأربعة اللي قلنها يبقى هنستخدم which بعد المكان وليس where شوف الفرق بين الأمثلة اللي حد هيلك المثال الأول this is the house which I live in ليستخدمت which لإن الجملة اللي بعد which جاي فيها حرف gar عايد على المكان المثال الثاني this is the house in which I live ليستخدمت which هنا لإن which مسبوقة بحرف gar فما ينفعش أستخدم where المثال الثالث this is the house which was built last year هذا هو المنزل الذي بني العام الماضي ليستخدمنا which لإن جاي بعدها فعل لكن عشان أستخدم where لازمني جملة مبدوقة فعل المثال الرابع this is the house which my father bought هذا هو المنزل الذي أبشتره طب جاي بعدها جملة هي ما فيهاش حروف gar وما فيهاش حرف gar قبل which ليستخدمنا which لإن الجملة اللي جات بعد which عبرت عن المكان كشيء يباع ويفتره وليس كمكان من أجل الغرض الذي يبني له لكن شوف المثال الأخير this is the house where I live هذا هو المنزل حيث أعيش بعد كده قواعد الوحدة السادسة أو القاعدة هي مقارنة الصفات أولا في حالة المقارنة بين اثنين شيئين أو شخصين لو الصفة قصيرة بنضف لها er و than فمثلا طول معناها طويل تبقى taller than أطول من short تبقى shorter than أقصر من مثال cairo is noisier than the country side في الجملة دي أنا بقارن بين القاهرة والcountry side علشان كده استخدمت المقارنة بين اثنين والصفة قصيرة لذلك دفتلها er و than أما في حالة المقارنة بين اثنين لو الصفة طويلة بنحط قدامها كلمة more بمعنى أكثر أو كلمة less بمعنى أقل وبعد الصفة than يبقى الصفة نحطه قدامها اما more اما less وبعدها than مثال the country side is more relaxing than the city يبقى الصفة relaxing طويلة علشان كده حطنا قدامها more وبعدها than بقيت more relaxing than أما عند استخدام صيغة التفضيل اللي هي المقارنة بين فرد ومجموعة إذا كانت الصفة قصيرة هحطه قدامها than وبعدها est tall تبقى the tallest big the biggest مثال كايرو is the biggest city in Africa هنا أنا بقارن القاهرة بكل مدن أفريقيا علشان كده استخدمت صيغات التفضيل فبيج أصبحت the biggest أما إذا كانت الصفة طويلة فبحطه قدامها إما كلمة the most بمعنى الأكثر أو the least بمعنى الأقل فمثلا عندنا كلمة dangerous الصفة dangerous معناها خطير لما حب قارن واحد بمجموعة كبيرة فحقول إيه the most dangerous الأقصر خطورة أو the least dangerous الأقل خطورة مثال the lion is the most dangerous animal الأسد هو أخطر الحيوانات أنا هنا ما قارنتش الأسد بحيوان تاني أنا قارنته بالحيوانات كلها يبعد يصيغ التفضيل وآخر حاجة عند التساوي بين الطرفين لو الحكتين اللي بقارنهم قد بعض في الصفة زي بعض فبحط الصفة بين as as سواء كانت صفة طويلة أو قصيرة فمثلا عايز أقول طويل مثلة هقول as طول as طب لو الصفة طويلة زي dangerous هقول as dangerous is خطير مثلة مثال the lion is as dangerous as the tiger الأسد خطير مثلة طيجر يبقى هنا أنا قلت إن هما الاثنين قد بعض في الخطورة آية is as tall as نوها آية طويلة مثلة نوها يبقى هما الاثنين قد بعض في الصفة آخر قاعدة عندنا في قواعد منهج الترمي الأول هو صيغة المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط مبني للمجهول يعني الفاعل غير معروف ما إحناش عارفين مين اللي فعل الفعل فبنبدأ دايما بالمفعول فمثلا أنا عايز أقول أحمد أكل التفاح في الحالة دي لما نحب نبنيها للمجهول بقول التفاح اللي هو المفعول بتاعنا التفاح وكلام دون ذكر مين اللي أكله تكوين الجملة في صيغة المبني المجهول بنبدأ أول حاجة بالمفعول وبنسميه نائف فعل بعد كده بحط بعده m او is او r على حسب نوع المفعول بعد كده الفعل الأصلي بتاع الجملة بحطه في التصريف التالت في الآخر بنحط حرف جر باي بعدها الفاعل وممكن نستغنى عن الخطوة دي وإنت بتحل تعرف منين أن الجملة اللي قدامك مبنية للمعلوم أو للمجهول والله لو هي بدأ بالفاعل اللي فعل الشيء يبقى دي جملة عادية أما لو مبدوقة بالمفعول يبقى دي جملة مبنية للمجهول شوف الفرق بين المثالين دول سارة writes the lesson المثال الثاني the lesson is written by سارة في المثال الأول سارة هي اللي حتكتب الدرس وبالتالي دي جملة عادية خالص في زمن المضارع البسيط أما في الجملة الثانية ما كانش ينفع نقول the lesson writes لأن الدرس ما ينفعش يكتب الدرس ما يكتبش نفسه لكنه يكتب إذن دي جملة مبنية للمجهول لو لقينا الفاعل اللي موجود في أول الجملة لا يمكنه القيام بالفعل يبقى دي جملة مبنية للمجهول وبالتالي تركيبها هيكون بعد نائب الفعل نحط إذ لأنه listen مفرد فلازم نحط لها إذ بعد كده الفعل الأساسي اللي هو write يتحط في التصريف الثالث يبقى written ومن هنا لازم نحفظ تصريفات الأفعال كويس جدا أما في حالة السؤال لو السؤال active مبني للمعلوم فبيكون مبدوء بدوء أو ضز بعدها فاعل وفاعل في المصدر لكن لو مبني المجهول بيكون مبدوء يبقى ميبئز يبقار بعدها المفعول وبعدين الفعل في التصريف الثالث مثال المثال الأول المثال الثاني في المثال الأول سألنا بضز لأنه الجملة مبنية للمعلوم هل هو هو اللي هيكتب يبقى وفعل في المصدر عادي خالص أما في الجملة الثانية في هنا ينفع أقول هل الدرس يكتب ولا هل الدرس يكتب يبقى هنا اللي جه بعد الفعل المساعد بعد هل كان مفعول وليس فعل وبالتالي لازم قبلها يقام يا إزيقار وبعدها الفعل في التصريف الثالث كده في أقل من 35 دقيقة عملنا لكم مراجعة شاملة على جميع قواعد منهج الترم الأول عجبكم الفيديو وحسيتوا فعلا أن أنتم استفدتم ياريت تدعمونا باللايك في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة